ريكوردين. عندنا الحين الـ Advanced Skeleton بس عشان إيه بالشخصية، فيه سكريبت موجود بالـ Free حتى لو الـ Spelling مو أوكي يصلحه، هذا هو موجود بالـ Animation Studio، نلاحظها هني animationstudio.com نروح على الـ Download، ننزل آخر إصدار هذا 5.25، أول ما نفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـ Download، رح نلقى بالـ Download Advanced Skeleton، هذا هو، هذا إلا نقدر نعمل بالـ Folder، أي Folder بالـ Desktop أو أي مكان، أهم شيء إنه ما يتغير نسحبهم، نقضهم بالـ Folder خلاص، نسكر هذا، الفولدر عندنا، في ملف اسمه install.mel، إذا رحنا على الماية، نختار أي شلف من هذيل، أي شلف، ونسحب هذا، نمسكه، نسحبه، نحطه داخل هنيه، رح يعطينا ثلاث أيكونات هذي، رغم خمسة والبيبت والفيس، فنضغط على رغم خمسة، رح يعطينا القائمة هذي، احتمال يعطيكم إياها داخل أو Dock، هني في Dock عنده، أي Dock، ممكن يعطيك إياهم هني، طريقة هذي، تقدر تسحبه، طلع هذا تبي يعني، أو تخلي Dock و On Dock يطلع، طيب، نقدر نحط أي مكاني تهيالي، يصير مني بعد، أي يصير نحط هني، أوكي، عندنا هني قائمة بديمو، تشيك فور أوبديت، تشيك لي إذا هذا آخر نسخة يقول لي أوكي، هذي آخر نسخة، هني عندنا check online for demo updates اللي هي الشخصيات، الشخصيات عادة ما يون مع الملف المضغوط، نسوي تشيك ونقول لي أوكي نزلنا إياهم، رح نزلنا الشخصيات هذي، فعندنا الشخصيات اللي إنا بنتدرب عليها، الشخصيات تونة، طيب ما في شخصيات كثيرة، نقول لي Open هذي هي الشخصية، هذا الـ Control هنا على مثل Bybed، هذا الـ Control، نقدر طبعاً من Control نختار هذي مثلاً، أو هذي الكوع، أو الـ Hand، يعني كلهم هذي مثلاً الوسط، الرقابة الرأس كلها Controls موجودين هنا بالإضافة إلى Fingers موجودين هم بعد هنا في Control للـ Facial، للتعابير الوجه، فـ وايد حلو للتدريب، ونقدر طبعاً من هذا نقدر نطلع نسوي حق شخصيتنا إحنا يعني نقدر نسوي رق كامل من Control، من Bones، من تعابير الوجه كامل، يعني شخصية كاملة طيب، فاليوم عندنا الـ Work Cycle، الـ Work Cycle حلوة فيها تقريباً جميع الـ يعني هم يعلمونها في البداية الـ Work Cycle، أنا بالنسبة لي يمكن أكثر من 100 مرة مسوي الـ Work Cycle، وما زلت للحين يعني مرات أنسى شغلات يعني، فمو بالضرورة يكون يعني أدائي ممتاز 100% فأنا راح أحاول كثر ما أقدر أني أسوي الـ Work Cycle حسب ما أنا تعلمته يعني. فـ Work Cycle عبارة عن فريمات هني، ومحطوطة هي Default 24، ممكن الناس يسوونها على 24 فريم، كل ما تزيد مثلاً إذا خلينا مثلاً 50، يصير الخطوة أبطأ، كل ما تزيد الفريمات، لأن إحنا راح نسوي Cycling، Cycling هي عبارة عن Loop مثل يبتدي من الأول للآخر 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 للآخر، وهكذا Loop كامل، بحيث أنه يبين كأنه مستمر بالمشي، فكل ما تزيد، كل ما تصير الخطوة أبطأ، فأنا خنخليها على 50، It's OK، مو مشكلة، أو خنخليها 30، يعني ما أكو شيء يعني، الخطوة الطبيعية مشة الإنسان الطبيعي يعني هي 25، ثانية واحدة كالخطوة الثانية يعني. إحنا نسويه 30، ما في أي مشكلة. بدايةً نبيل Control نسوي لهم هني عندنا Set، وهني فيه بالControl مال Advanced Keraton، هني مكتوب All، نلاحظ أنه أشر لنا على كل الـ Controls اللي موجودة، بس إحنا ما نبيل Control هذا مثلاً، هذا قط Control وسحبت شديد Control لغاية من الـ Selection، وفيه شغلات كثيرة ما نبيها مثلاً هذا اللي هني يحول أي شيء مهم طبعاً، الـ IK والـ FK، شون المقصود بالـ IK وشون المقصود بالـ FK، اللي هما عندنا فيه ناس تحرك FK اللي هو الـ Forward والـ Iconemic، ما أدري، مو متأكد بصراحة من الأسماء والترجمة، إنما الـ FK هي التدوير علشان التدوير، والـ IK حركة مع التدوير بالإضافة للتدوير، فخلينا نشوف، الحين هذي إحنا بوضعية الـ FK اللي هي تدوير فقط، نضغط حرف الـ I للتدوير، يعني لاحظ هني إن التدوير عندنا أوكي، إنما إذا حولنا للحركة، خلنا نحول للحركة، شوف إنه صار تشويه فيه، مو صحيح، فما نحتاج الحركة، حتى هنا قاعد يصير مثل stretch، هذي أول مرة أنا أشوف في الـ stretch، صار بالـ FK، ظاهر مطورينا المطور السكريبت، المهم، هذي التدوير لكل control، هذا يعتبر control، كل هذي لا يعتبرون control، هذي لا circles، control، فنا بنرجع في شي يسمونه البيند بوز، اللي هي الوضعية الرئيسية للشخصية، هني نقدر نروح لها، بوز، نقولها reset، سونا reset للشخصية، نفس وضعيتها الأولية، ضرورية هذي راح نحتاجها كثير يعني، فهذي قلنا الـ FK، عشان نحول إلى الـ IK، أنا شخصياً كله أشتغل الـ IK، ما أشتغل الـ FK قليل، أحس أفضل، المهم، هذي العلامة هي للتحويل بين الـ IK والـ FK، راح نلقاها بالـ Channel Box، إنشان نحول بين الـ FK والـ IK، في عندنا هني مكتوب FK-IKBend، هي من صفر إلى عشرة، نحطينا إذا صفر، الضل FK، إذا عشرة، نلاحظ أنه تغير عندنا هني، راحة الكيربات، السيركلز، صار طلع عندنا Control واحد هذا، Control هذا فيه Rotation، نلاحظ، وذي قطنا W، تحريك، نلاحظ أنه، دعا سوي Control أنا من مكان واحد، عكس الـ FK، إنه هذي لازم يبهني، وهذا يبهني، وهذا مثلاً أحركت شذي، يعني ثلاث أماكن أحرك، عكس الـ IK، طبعاً من ميزاتها طبعاً إنه يحرك لك منطقية، حركة منطقية، ويستعملون كثير حق تفاعل مع الأجسام، يعني يصير ثابت، يعني إذا بحرك، نشوف إنه الـ FK ثابتة، الـ IK ثابتة، الـ FK لا يعني تحرك مع الجسم، فنرجع للـ BindBuzz، Reset، الـ Reset راح يلغي حتى الـ IK، تحويل الـ IK، فنقدر إحنا نيهني، تقول لها عشرة، خلينيها FK، خلينيها IK، وهنا نفس الشيء، الزائد هذي، خليها IK، طبعاً أعلمني على الأمين على البكر، شيء حلو بصراحة، يعني سويت لها template، حيث إني سوي، يعني أفضل ليش، هو نفس هذا، بس هذا في اختصارات أفضل، وتقدر تكبر، دقيق يعني، ويحول لك IK، FK، بزر بدون ما تحط إنت هني رقم عشرة مثلاً، فيساعد شوية البكر، بعدين إن شاء الله نوصل له، نشوف في يوم تيدي نسوي لديمو، المهم خلينا الحين على كنترول الخاص في الـ Advanced Skeleton، هذي الـ FK، نلاحظ هني هذي FK، شو نعرف FK والـ IK؟ كنترول، مجرد ما تحرك، يتحرك معاه شغلات ثانية، يعني، هذي نفس الشي هم في عندنا تحويل هني مثلاً، نروح على هذي، نقول له، نشوف محطوط FK هو، نخلي صفر، صار IK، حين عشان أسوي الرجل هذي، نفس الرجل هذي، لازم نروح أول شي هني، أخذ تدوير، قلنا الـ FK دايماً تدوير أي هني، طريقة هذي، أخذ الـ Control هذا، ننزل شوية تشدي، وأخذ الـ Control هذا، وننزل تشدي، رحت افتريت على كل الـ Controls، أما الـ IK لا، الـ IK حلو فيه، ننزل لي هني، وخلص، حين عشان أرجع الـ FK، طبعاً في ناس كثيرة منهم، أمر غنديل، أمر غنديل، لأن تدرب وتعلم كله على الـ FK، اللي هي الـ Controls هابي، يحرك جوينت جوينت، طبعاً لها مساوة، أو لها مميزاتها، إنما أنا لأني شفت أول كورس حق جيسون، جيسون كان يستعمل الـ IK، طريقة رهيبة يعني، حتى يقول لا تستعملون الـ FK، ما لدعي، بس في ناس تدرس FK، وصارت في مدرستين، مدرسة تسوي IK، ومدرسة تسوي FK، وفقيل اللي يشتغلون FK، الـ Controls يعني هذيلا، يشتغلون IK، وما يشتغلون، بس قليل ما تحصلهم يستعملون الـ IK، إلا حق التفاعل مع الجسام ثاني، يابون الإيد ثابتة مثلاً، أو الرجل ثابتة، الرجل طبعاً، أغلبهم يستعملون IK، ما يستعملون FK، بس بعوقات يستعملون فيها الـ Forward، ما يخال فيها الحين، يمكن نحصهم فيها صعوبة، الفرق بين FK والـ IK، بس هذا هو يعني، نقدر نشتغل شدي ونقدر نشتغل شدي، مو شرط ممكن إحنا نشتغل على FK، ونمكن نشتغل على IK. أوكي، نعمل Reset، الحين خلينا نسوي البوز الأول لحركة المشية، أول شيء قلنا ناخد Select All، ما نبي Select All إحنا، خلينا ناخد مثلاً هذا، وهذا الـ Control، وعندنا هني الهب، والهب الصغير معه، والصدر، ونشتغل IK، ولا FK، خلينا نشتغل على FK بداية، ناخد Control هذا، Control هذا، Control هذا، مع Shift أنا قاعد أضغط، قاعد أخذ الـ Controls هذي المهمين، عندنا الرقبة، عندنا هذا الكتف، وعندنا الراس، تقريباً هذي المهم، نحطهم بـ Set، Create، ناس ما أخذنا حق البندول، نذكر، سونا على Set، Cook Selection، نعطي أي شي، نحطه هني، أوكي، الحين، ندقلنا لكي، هني، خنسوي الحين، الوقفة، طبعاً، بداية، إذا الـ Hip نازل، هذي المبادئ الحين، الرجل صارت ورا، والرجل جدام، لأنه، احنا نسميها فوشح، لأنه خاطي خطوة، فالـ Hip هذا ينزل، ينزل تحت، فنقدر نحط ما هني، هو 0.69، فنحط له 0.7 مثلا، نروح حق الإيد، نقدر نخفي الـ Control، سنشلات عيقنا، نقدر نقول له هني Display, Control، نلغيهم، راح نقشر من هني، من هني نجي، نختار، وللّه ما عند يهد، دورة، 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 شاء الله ألقاه، حاجات دي صعبة صعبة لا هي صعبة هي صعبة بس لا تركزين الحين على كلامي وايد لا تدقيقين حاولت شوفين الكنترول شون نحركهم بداية حاولت دقيقين بالكنترول شلون تقدرين تحركينهم بس شوفي بالضبط انا شلون قاعدة سوي وسوي نفسي بس انتي شوفي سمعي المنطقية شلون الحركة فنلاحظ ان الانسان اذا يمشي لجدام شي طبيعي يعني ايد الرجل اللي يجدام الايد ليه وراه حين الايد الثانية نفسي شي نزلها تشدي بما ان الرجل اليمين ليه وراه الايد اليمين ليه جدام بالعكس يعني بالعكس هذه الخطوة الاولى انا افضل ناخد نقول له ناخد الست هذا ونضغط اس ونروح بالنهاية حين ما عندنا اي حركة نروح بالنهاية هني ونضغط لس نضغط على هذي select all keys لاحظ هني مسوي selection عليهم ونعطي اس حين ما عندنا اي حركة الحركة الاولى هي نفسها الاخيرة بالوسط يصير العكس كل شي نعكس الايد هذي تصير جدام وهذه ترقلي وراه والرجل جدام والرجله وراه ففي بالسكريبت هني شي حلو mirror نفتح option box نقدر نقول له swap يمكن main all خلنا نضغط mirror اوكي عكسهم نلاحظ ان عكسهم وبما ان احنا اخ ليش ما اخد اه مو حاط انا مو حاط auto key اوكي خلنا نحاط auto key نروح على خمستعش اللي هي بالوسط خنحطها 14 ونقول mirror نسونا الميرور الحين نلاحظ انه قاعد يمشي نلاحظ هذا اللوبينغ اوكي الحين عاد نسوي الشغلات الثانية نحن بالوسط قلنا عندنا key هني بالبداية ونفسه key بالنهاية وبالوسط هو عكس الحركة نحن بالوسط بين عكس الحركة والحركة الاولى بوسط هم بعد نلاحظ انه الارجل صارت متوازية مع بعض فهني عادة جسم الانسان يصعد لي فوق ناخذ الهب الحين ونحطه كان نحطينا احنا ماينس لي تحت يعني ماينس 0.7 هنحطه 0 نحن بنص الكيات هذي ونفس الطريقة بنص الكيات هذي هم نحطه 0 حين لاحظ يعني بدأ هذي الحركة الطبيعية طيب شي ثاني الرجل هذي انا اشرت عليها من هني الرجل هذي بس يوصل لي هني ترتفع لي فوق لنها ايه اللي جدام قاعد تمشي الارتكاز صار على الرجل هذي فهذي اللي الجدام قاعد تمشي الى الامام انتنا نساولها rotation شويه نرفعها شوي طريقة هذي نلاحظ حين نلاحظ ان الرجل طلعت لجدام هنا هنا شنو تصير الرجل هذي هني تنزل لي تحت نعطيها الصفر الواي صفر والروتيشن صفر بس شنو تصير الطريقة هذي بس انا ما ابي انا ما ابي لا خليني اعطيكم شي على الاصول صح بالبداية بالبداية موت شذي في عندنا شي اسمه الرول الرجل هذي اللي ورا خنسوي البوز صح البوز لازم يصير صح فيه الرول نرفعها شويه نخل نحط لها 5 مثلا هذي الاتتاج والرجل الثانية نحن بالرول تصير لي لفوق نحن نعطيه ماينس خمسة الحين قلنا لفريم الاول مشابه بالضبط لفريم الاخير حين اذا ضغطنا هني راح نشوفها مختلف عن الاول فنقدر بالميدل ماوس نفس ما تعلمنا بالميدل ماوس نضغط هني نقولها سليكت اول نضغط حرف الاس فصار الحين الاول نفس الاخير تمام نرجع لخطوتنا الاولى نحن بما ان الرجل هذي وضعيتها بالطريقة هذي هذي الرجل اليمين لازم تصير وقت ما توقف تصير نفس وضعية الرجل هذي اللي هي بالنص هنا فنفس الشيء نعطيه الرول ماينس 5 نلاحظنا هذا الصح الحين انا قاعد اشتغل على الرجل اليمين هنا بعدها بفريمين على طول بفريمين الرول يصير صفر عشان يطق بالأرض نلاحظ هنا يرجع الرول صفر قاعد يتغير نبي دائما صفر هنا خلاص باست هنا قبل لا يوصل بفريمين هم نعطيه صفر عشان يصعد من هنا حين خلن نشوف الرجل اليمين بس رجل اليمين اوكي نفس الطريقة نسوي الرجل يسار رجل يسار رجل يسار هذي هذي هنيه contact مع الأرض لازم تطق بعد فريمين الرول يرجع صفر نفس الحركة اللي سويناها للرجل هذي بالمنتصف الرجل هذي لأنها قبل لا يوصل للنصف بشوي هما نخلي الرول صفر وهنا نخلي هذا الصفر وهنا يصير 5 ولا مينس 5 5 أوكي مينس 5 ولا 5 أوكي وهني قلنا ارتفع لي فوق وهنا الرول صفر وهذي الصفر الارتفاع ما له هني أوكي هني يرجع الرول نسمى كان هنا الرول 5 مينس 5 معلش يمكن شويه الحين نخبط نخبط هي عندي غلطة هني الرجل الثانية هذي هني غلط نلغي نفعل نحن فهذه الحركة هذي المبدأ حركة الأقدام حين نرجع للهب هما شغلات كثيرة إنما مع الممارسة راح نحفظها إن شاء الله حين عندنا هني بما إنه لو نلاحظ إن الارتكاز على الرجل اليسار قاعد تصير ارتكاز على اليسار اللي هو هنا فدائما الجسم يتجه أو يعني يركن أو ياخذ يقط الوزن على الرجل اللي هي عليه على الأرض فياخذ يروح شوي يسار نراحظ كذي حين نفس الطريقة للرجل اليمين راح على اليمين الوزن يروح على الرجل اللي على الأرض موجودة في قفزة ممشكلة بعدين ننحلها أوكي هادي شغلة الشغلة الثانية بالبوز الأولي البوز الأول بما أن الرجل اليسار للأمام الهب هذا لازم ياخذ خلطلع الكنترول أفضل الكنترول أعتقد هادي أيوة هادي أفضل الرجل للأمام الرجل للأمام دائماً يلهب يصير للأمام ومرتفع شويه مرتفع عن هذا نازل شويه شديه أول لأن الحوض حركته بالطريقة هادي فيما أنا سويناه هني نفس الشي نسويه Middle Click Save As بالأخير وبالنص يصير العكس ينزل شديه يرجع ليه جداً يصير العكس بالضبط حين نلاحظ أنه نشوف في الهب شون هادي حركة الحوض الصحيحة نفس الطريقة الحين للصدر الصدر نفس الشي هم يرجع نفس المبدأ ياخذ الهب إلى اليسار الكتف يصير إلى اليمين في طريقة صح تعلمناها ذاك اليوم نسيتها أنا وين نقدر نوقف الراس أعتقد بـ Global شي اسمه Global بالـ Head ولا بالرغبة أيوه هاده هو نحطه عشرة عشان يظل الراس ثابت لأنه إذا ما حطينا عشرة ولفينا الكتف نراحظ بس نوضح السالفة لنذا سونا Rotate رح يسوي Rotate كل الجسم مع الراس فإحنا نبيل راس ثابت نروح على Global نحط عشرة والكتف نسوي نفس الطريقة والكتف نسوي نفس الطريقة نسوي نفس الطريقة شوية طريقة هذي بما أن الفريم الأول نفس الأخير قلنا Middle Mouse نعطي S بالنص نسوي العكس الراس لنعليكي حسنا هندينا الراس شوية غلط أيوة لأنه هني مو نفسه هني هني عشرة هني صفر فنخلي همية عشرة نفس الشيء والحين هادي المشية هاي شغلة الحين عندنا الأوفرلاب للإيد يسوون الأوفرلاب للإيد عندنا هذا البداية علشان نصير دايناميك ناخذ هذا نرفع شوي فوق وهذا نرفع شوي فوق نفس الشيء قلنا بالفريم الأخير لا ننسى أي تعديل على فريم الأول مدل ماوس فريم الأخير نضغط S فهني راح يصير عندنا شوية أوفرلاب هني وصل للأخير ياب الله بشوي بالضبط أوفرلاب بالضبط أوفرلاب هني S وعلى هادي S نرجع شوي لجدام هادي يرجع لورا شوي والإيد نلاحظ إن شون صارت في أوفرلاب يعني نشوف الإيد هادي صارة سيدة جاية هادي الإيد فيها شوية مرونة صارت الأوفرلاب هو اللي خلاها يصير فيها مرونة نفس الشيخ هنسوي الإيد الثانية هنا غادي يصير كذي غادي يصير كذي نمشي شويه غادي لا يرجع طريقة هادي غادي أس غادي نسوي نشيدي أوفرلاب أوفرلاب نعم في شيء غلط هادي نعم في شيء غلط هني صار معاي هادي 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 بناخذ select all, middle mouse, نسيتها هذي, S. ماذا جعلوني؟ ماذا جعلوني؟ ماذا جعلوني؟ يمكن أن تكون هناك شيئا. ماذا جعلوني؟ ليس شيئا غلط. دول هذي ذي هذا يتم يرجع يضرب الأوبرلاب